اشتركوا في القناة يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاصخير هذا اليوم مع السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وتمنياته الطيبة لشعب البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار وقد رحب العاهل المفدى برئيس مجلس النواب المغربي وكلفه حفظه الله بنقل تحياته إلى أخيه جلالة العاهل المغربي وخالص تمنياته للشعب المغربي الشقيق وبدوام التقدم وتطور وشاد جلالته بالتعاون القائم بين السلطتين التشريعية أو التشريعيتين في البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الحياة الديمقراطية مثنيا جلالته على المسيرة البرلمانية العريقة في المغرب الشقيق وما حققته من إنجازات على الصعيد الديمقراطي وأكد الملك المفدى على أهمية مثل هذه الزيارات الأخوية بين الوفود البرلمانية وتبادل الخبرات البرلمانية والقانونية لما لها من دور في تعزيز التعاون والتنسيق في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية بما يخدم قضايا الأمة العربية ومصالحها كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالمواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالة الملك محمد السادس في دعم مملكة البحرين وبدورها التاريخي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية ومساهماتها المثمرة مع أشقائها في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وأثنى جلالته كذلك على دور الجلية المغربية وإسهاماتها في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البحرين في كافة المؤسسات والقطاعات مؤكدا أنها موضوع التقدير والاحترام دائما من شعب البحرين كافة وتطرق العاهل المفدى إلى الإنجازات التي حققتها المسيرة البلومانية في المملكة مؤكدا أن مملكة البحرين نجحت في إرساء تجربة برلمانية فاعلة ونموذج متطور للممارسة الديمقراطية المستندة إلى أسس القانون والدستور من خلال مجلسي النواب والشورى الذين يحضيان بدعم كامل للنهوض بمسؤوليتهما ودورهما في الرقبة والتشريع وبحث صاحب الجلالة حفظه الله مع وفد مجلس النواب المغربي الزائر مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك معربا جلالته عن تمنياته للوفد الشقيق بالتوفيق في زيارته للمملكة والاطلاع على ما حققته المسيرة البرلمانية في البحرين من إنجازات ومكاسب وقد عبر رئيس مجلس النواب المغربي عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على ما أبداه جلالته من حرص واهتمام بتوطيد عرى التعاون الأخوي بين المملكتين الشقيقتين في المجالات كافة خاصة في المجال البرلماني